اشتركوا في القناة لو انا مثلا اثرت على جسم في حالة سكون اكيد هيتحرك باذا حصلت عليه قوة وبالتالي تحركت كتلته او تحرك الجسم مكان الى مكان اخر اذا المؤثر الذي يعمل على تغيير حركة الاجسام هي دي القوة اللي بقول عليها بمعنى ان الجسم لن يتحرك الا في حالة تأثير قوة عليه زي ما انتم شايفين امامي كده في الرسمتين امامي الصورة الف والصورة باء لو انا مثلا بدف في الباب انا وزميل لي او انت وزميل ليك لو انا بدفق بقوة 10 نيوتن وطبعا تعرفين ان السهم ده بيعبر عن متجه او كمية متجه هي القوة وطبعا اذا تساوي السهمان اذا القوتين متساويتان لان الكمية المتجه بيعبر عنها بسهم وطول السهم بيعبر عن كمية هذه القوة طيب السهم الاول بيساوي السهم الثاني معنى كده ان الزميل اللي واقف قلف الباب والزميل اللي واقف امام الباب قوتهما متساويتان وبالتالي لن يتحرك الباب لان القوة عندي متساوية بينما الصورة الاخرى في الصورة الف الطالب الخلف الباب قوته اكبر اي سهم عنده اكبر من الطالب الامام الباب وبالتالي طبعا الباب سيتحرك في اتجاه القوة الاكبر يعني يتحرك في اتجاه الطالب اللي واقف امام الباب وبالتالي لو انا عايز اجمع المحصلة عندي اللي هي حاجة اسمها محصلة القوة محصلة القوة عبارة عن ايه عبارة عن مجموع القوة المؤثرة على جسم معين يعني مجموعة القوى المؤثرة القوى المؤثرة على الباب هنا إذا كانت في اتجاه واحد بجمعها بينما إذا كانت في عكس الاتجاه بطرحها يعني المحصلة هنا يرفرق بين القوتين لأنهم في عكس الاتجاه وقلنا متى يتزن القوى تتزن القوى إذا تساوت القوتان زي الصورة باء الصورة باء يتساوى تساوت فيها القوتان وبالتالي الجسمة عندي سيكون متزن أي الباب لن يتحرك وبالتالي عندي, القوى المتزنة هي عبارة عن قوة اثرت في جسمه وكانت المحاصلة تساوي صفر. بينما القوة الغير المتزنة هي قوة اثرت في جسمه ومحاصلة التي تساوي صفر. اذا القانون الاول لنيوتن عبارة عن ان الجسم الساكن سييبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوى تغير من سكونه وايضا الجسم المتحرك سيبقى متحركا triangles ما لم تؤثر عليه القوى تغير من حركته وبالتالي نطلع عندي هنا ببعض التطبيقات على قانون نيوتن الاول سنطلع به الاحتكاك. الاحتكاك هي عبارة عن ايه? طبعا الاحتكاك هي عبارة عن قوة ممالعة تنشأ بين سطوح الاجسام المتلامسة. يعني هناك جسم يتحرك ملامسا لجسم اخر سينشأ بينهما قوة هذه القوة بسميها قوة ايه? قوة احتكاك. زي ما انتم شايفين في الصورتين الصورة اللي على اليمين. هذا يعتبر قوة احتكاك الجسم بالأرض. ايضا احتكاك الجسم بجبل في حالة التسلق. طيب انا لige نوعين من انواع الاحتكاك. هناك ثلاثة انواع بالفعل من انواع الاحتكاك. لكن لن نوع중에 تطرق الى نوع اخر. دعنا نقولين ان هناك ثلاثة انواع من انواع الاحتكاك. هناك احتكاك سكوني واحتكاك انزلاقي واحتكاك تدحرجي. الاحتكاك السكوني ابارة عن ايه? لو هناك جسم موضوع على طاولة ولكن لا يتحرك وفى حالة سكون واحد يقول لي هو في قوة يا استاذي علي اقول لك اه هناك قوة على هذا الجسم اه وللعلم كمان الاحتكاك السكوني اعلى بكثير من او يعتبر هو اعلى انواع الاحتكاكات يعني اعلى من الاحتكاك الانزلاغتي واعلى من الاحتكاك التضحرج ازاي يجلك لان الجسم في حالة سكون وبالتالي قوته بتكون اكبر ما يمكنه كلما زادت القوة على الجسم كلما كان الاحتكاك اكبر يبا الاحتكاك السكوني قوة تنشأ بين السلوح الاجسام المتلامسة ولكن الجسم في حالة سكون الاحتكاك الانزلاقي هو اعتبر اقل من الاحتكاك السكوني لان الجسم لما بتحرك قوته بتقل وبالتالي الاحتكاك الانزلاقي هي قوة تنشئ بين السلوح الاجسام المتلامسة اللي بتكون في حالة حركة احتكاك التضحرجي هو يعتبر اقل لانواع الاحتكاكات زي كفرات السيارة ما بتحرك على الارض في حالة تضحرج الكفر بيلف لو انت مثلا شدت البريك وانت بتحرك بسرعات عالية جدا هتشاهد الفرق بين الاحتكاك الانزلاقي و الاحتكاك الطاعدة والتضحرجي واستعرف ان الاحتكاك الانزلاقي اكبر بكثير من الاحتكاك الطاعدة الانزلاقي whatsapp اليه الكافرات بتلف على الارض اتقليل قوة الاحتكاك بينها وبين الارض ذلك تلاتة انواع عندي من انواع الاحتكاك هاتشبatz دي القانون الثاني والنوتون في الحركة ربط عندي طبعا أو بيربط ما بين ثلاث كميات فيزيائية بين التصارع والقوة المحصلة والكتلة إزاي؟ والله لو أنا مثلا بأفر بقوة معينة على جسم سأكسبه تصارع عنه يعني أكسبه تصارع يعني هخليه تحرك يعني هغير سرعته أما تكون داخل مثلا تشوت كرة في حالة وانت داخل تشوت الكرة الكرة كانت في حالة سكون الكرة دي لها كتلة أو المشوت هتغيرت سرعتها طالما تغيرت سرعتها يبقى إذن حصل علىها تصارع وبالتالي أنا أثرت علىها بقوة يبقى القانون نيوتن الثاني ربط ما بين الثلاثة القوانين ما بين التصارع والقوة المحصلة والكتلة وجال إن التصارع على جسم بيساوي ناتج قسمة محصلة القوة المؤثرة فيه على كتلة ذلك الجسم وطبعا عندي التصارع بالمتر كل ثانية تربية والقوة المحصلة بالنيوتن والكتلة بكيلو جرام ده بالنسبة طبعا عندي للتصارع وحدات القوة هي هي نيوتن ايه سماها نيوتن نيوتن ده اسم عالم اللي هو اكتشف دي قوانينه طبعا فسمى الوحدة باسمه لكن نيوتن كاسم اللي طبعا وحدة فيزيائية وهي الكيلو جرام في المتر لكل ثانية تربيع يعني النيوتن الواحد بساوي واحد كيلو جرام في المتر لكل ثانية تربيع نطلع من ايضا كتطبيق من تطبيقات قانون نيوتن الثاني الجاذبية الأرضية كلنا نعرف أن هناك قوة بتؤثر في الأجسام بسمية قوة الجاذبية الأرضية هذه القوة تنشأ بين الأجسام وبعضها تنشأ بيننا وبين الأرض كل الأجسام الموجودة على الأرض بتتأثر بهذه القوة المقدرها 9.8 وكتطبيق أيضا من هذه التطبيقات أطلع بالوزن كيف أحسب وزن الأجسام الوزن عندي طبعا يا شباب بيختلف تماما عن الكتلة إزاي الوزن هو عبارة عن قوتك أنت على الأرض قوتك على الأرض بتعني إيه من خلال تطبيق قانون نيوتن الثاني أن القوة المحصلة بتساوي الكتلة في التصارع التصارع عندي هنا في الحالة دي بيكون تصارع الجاذبية الأرضية أضرب تصارع الجاذبية الأرضية في كتلتك هيدين قوتك على الأرض يعني أنت كتلتك مثلا 70 كيلو جرام لو عايز أعرف قوتك على الأرض إيه قوتك على الأرض بتعني ضرب كتلتك في تصارع الجاذبية الأرضية ونفترض تقريبا أن الجاذبية الأرضية عشرة مش 9.8 يبقى أضرب 70 فعشرة ب700 نيوتن في الحالة دي أنت قوتك على الأرض ب700 نيوتن وفي الحالة يعني كفرق بين الوزن و الكتلة الوزن طبعا وحدة كقوة وحدة نيوتن بينما الكتلة هي عبارة عن كيلو جرام يعني ما حد يسألك يقولك وزنك كام وتقوله 70 كيلو جرام كده أنت أخطأت في علم الفيزيان طيب طبعا هناك بعض الأوزان على بعض الكواكب لأن هناك اختلافات طبعا على شباب الكتلة ثابتة ركبت طيارة كتلةك ثابتة رحت القمر كتلةك ثابتة طلعت على الشمس كتلةك ثابتة رحت المريخ كتلةك ثابتة رحت بلوتو كل هذه الأماكن الكتلة فيها ثابتة أما الإيه اللي بتغير أوسازي اللي بتغير عند الوزن ليه؟ لأن الجاذبية الأرضية عنده بتتغير ولا الوزن بيساوي الكتلة في الجاذبية الأرضية اذا انت وزنك بيختلف باختلاف الاماكن بينما كتلك ثابتة في كل الاماكن طبعا من استخدامات قانون نيوتن الثاني بستخدمه في زيادة السرعة من خلال ايه من خلال اه صناعة الاشتاء باشكال مختلفة وايضا بستخدمه في نقصان السرعة باستخدام طبعا اه قوة الاحتكاك واقدر احسب التصارع في بعض الاشياء يعني مثلا هنا يستخدم القانون الثالي حساب التصارع افترض مثلا انك تسحب صندوق كتلته عشر كيلو جرام بقوة محصلة مقدارها كام خمسة نيوتن يكون التصارع ايه التصارع بيساوي خمسة على عشرة يعني نصف متر كل ثانية اه تربيع العطاف طبعا عندما لا يكون اتجاه القوة المحصلة المؤثرة في جسم متحركا في اتجاه السرعة ولا معاكسا لها يتحرك الجسم عبر مسار ملحاني وده طبعا بسبب ايه بسبب تصارع اجاذبية الارضية هناك بعض التطبيقات طبعا في عند حركة دائرية اللي هو الجسم يتحرك ده ستأخده اسمه يسمه التصارع المركزي التصارع حول مركز ده ستعديه في الثانوي او ستحضره في الثانوي ان شاء الله وهو اتجاه في الحالة دي اصل حتى لو الجسم يتحرك بسرعة ثابتة بيكون التصارع عليه تصارع اتجاه هندرس طبعا عندي كتطبيق من تطبيقات قانون نيوتن الثاني اثرت قوة محصلة مقدارها 4500 نيوتن في سيارة كتلاتية 1500 كيلو جرام احسن تصارع السيارة المعطيات عندي 3 كميات واضحين جدا يبقى التصارع بساوي القوة المحصلة تقسيم الكتلة يعني 4500 على 1500 الناتج عندي 3 متر لكل ثانية تربيع بكده طبعا نكون اخدنا تطبيق من تطبيقات قانون نيوتن الثاني حركة الاقمار طبعا حول الارض حول الارض بتطلق هذه الاقمار فوق مجال الجاذبية الارضية بحيث ان التصارع عندي بيكون بصفر وطالما ان التصارع بصفر اذا القوة هتكون بصفر وبالتالي الاجسام تتحرك دون قوة وده طبعا بيطيل عمر هذه الاقمار في دورانها حول الكرة الارضية يعني كتطبيق طبعا من تطبيقات قانون اليوتين الثاني حركة الاجسام حول الايه ها حوله او حركة الاقمار حول الكرة الارضية طيب الدرس الثاني يا شباب بتكلم عن القانون الثالث اللي هي قوة الفعل ورد الفعل او بيسموهم زوجة التأثير المتبادل اه لو انا مثلا ضربت يدي في حائط انا اثرت كده بقوة على الحائط طب الحائط اثر فيي اه الحائط اثر فيك طب ازاي انت ضربت الحائط مثلا الحائط مثلا ما تحركش ولم يتأثر بينما يدك ها هي اللي تأثرت لان طبعا كنت الحائط بالنسبة لي كبيرة جدا وبالتالي هناك قوتان متبادلتان او زوجة تأثير متبادل حصل اه فيهم اه تأثير على قوتين اه قوة يدك في الحائط والحائط في يدك بسميهم زوجة تأثير المتبادل اذا اه قانون الثالث عندي بيقول ايه اذا اثرت اذا اثرت بقوة في جسم فان ذلك الجسم سيؤثر بك في بنفس القوة ها ولكن في عكس الايه الاتجاه يبقى اقدر اقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكسه في الاتجاه واكيد اه انتو بتسمعوا دايما اه او حفظين قانون نيوتين كصيغة اه الثالث مهم جدا يا شباب طيب القوة الفعل ورد الفعل بتظهر في الاجسام اللي متساوية او بتختلف اختفاف طفيف في الكتل يعني مثلا لو بتتصادم انت وزمين لك حتشاهد طبعا القوة واضحة جدا لكن هناك بعض القوة قوة رد الفعل ورد الفعل لقانونتين الثالث لا تظهر بين الاجسام اللي الفرق في الكتلة بينها بيكون كبير جدا فما اقدرش احدد عندي القوة يا شباب ما بتكونش واضحة عني في حالة الجسم يا شباب في قياس الوزن كتطبيق ايضا من تطبيقات قانونتين الثالث الجسم في قياس الوزن الشباب لو انت راكب اه مثلا اه اسنصير الاسنصير الجسم لو الوضع ميزان في اسنصير وراكب الاسنصير بتقف على الميزان بتجد مثلا اه ميزانك وليكن او وزنك وليكن او كتلتك ولتكن اه ستين كيلو في الحالة في المصعد ميزان في حال الثبوت او في حالة السكون اذا ليس ازداد وزنك لانك بتتحرك في عكس مجال الجذبية الارضية طيب لو انت اه جسم الميزان او العند الاسنصير يتحرك لاسفل اه سيقل لوزنك في الحالة دي ليه لان عندك تصارع الجذبية بيقل للانك بتتحرك في باتجاه الجاذبية الأرضية ومال إمتى العدم الوزن يعني العدم الوزن إذا كان الأسنصير بينزل بسرعة 9.8 يعني لو الأسنصير بتحرك في تجاه الأرض بسرعة 9.8 في الحالة دي أنت بينعدم وزنك يعني وزنك بيساوي صفر وزنك بيساوي صفر السقوط الحر كتطبيق أيضا من تطبيقات قانونية الثالث السقوط الحر عبارة عن إيه؟ السقوط الحر وسقوط الأجسام سقوطا حرا في مجال الجاذبية الأرضية بتسعة فصة 8 وبإهمال مقاومة الهواء وطبعا بيستخدم السقوط الحر ونعدم الوزن جلنا في المدارات حول الكرة الأرضية اللي هما بيخلوا الجسم يتحرك بسرعة 9.8 حول الكرة الأرضية وفي مجال الجاذبية الأرضية وبالتالي بينعدم عندي الوزن وده طبعا بيؤثر في القوة الواقعة على الأقمار بتكون بطيئة جدا أو قليلة جدا وبالتالي بتكون عندي القوة مهملة تقريبا ننتقل بعد كده الفصل الآخر السلام عليكم ورحمة الله